موسيقى السابعة صباحا من القاهرة أهلا بكم مع نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية والبداية بأبرز العناوين موسيقى جهود اللحظات الأخيرة تستمر للتوصل لاتفاق يمهد لوقف الحرب على لبنان موسيقى صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل تزامنا مع دوي انفجارات في نهاريا موسيقى استشهاد أحد عشر فلسطيني وإصابة عشرات آخرين في قصف لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة شمالية قطع غزة موسيقى 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 البداية مع تطورات الأوضاع في لبنان موسيقى 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 بنيمين نتنياهو إن الحكومة ستصوت اليوم على الاتفاق المقترح بشأن لبنان يأتي هذا فيما كشف مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أنه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الأمنية الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان وأضاف ميلر أنه حتى هذه اللحظة لا يمكن القول أن الاتفاق بشأن لبنان تم إنجازه مشيرا إلى أنه لا يزال هناك خطوات يجب اتخاذها لتضييق الفجوات بين إسرائيل وحزب الله ما أود قوله هو أننا أحرزنا تقدما كبيرا في التوصل إلى حل لكننا لم ننتهي بعد ولا شيء نهائي ونحن نواصل العمل لمحاولة التوصل إلى اتفاق ونأمن التوصل إلى ذلك لكننا بحاجة إلى موافقة طرفين ونحن نبدل قصار جهدنا للتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح لعشرات الآلاف في لبنان وإسرائيل بالعودة إلى ديارهم ولكن في نهاية المطاف هذا الأمر مطروك للأطراف وليس لنا جهود مستمرة من قبل الوسطاء للتوصل الاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وبعد إعلان أكثر من جهة قرب التوصل لهدنة بين الجانبين وبالرغم من التفاؤل الحذري بشأن إقرار الاتفاق إلا أن هناك بعض التحديات قد تعرقل الاتفاق مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يضع حدا للتصعيد المستمر منذ شهور المؤشرات جاءت من عدة أطراف وأكثر من جهة ما يزيد الاحتمالات بشأن رغبة حقيقية لدى الجانبين بالإضافة إلى الوسطاء في هدنة يلتقط فيها الجميع أنفاسه وتضع من خلالها الحرب أوزارها وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن اجتماع مزمع للمجلس الوزاري المصغر للمصادقة على هذا الاتفاق بعدما ذكرته عن الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة بن يمين نتنياهو على بنده الأنباء الواردة من تل أبيب واكبتها أخرى نقلتها وكالة رويترز عن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الذي أكد عدم وجود عقبات جدية أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة وتشرف عليها مجموعة من خمس دول المسؤول اللبناني وبحسب وكالة رويترز أشار إلى أن الهدنة المقترحة تنص على انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب وانتشار القوات اللبنانية في غضون ستين يوما من بدء الاتفاق وبالحديث عن الوسطى فقد أكد البيت الأبيض أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار تسير في اتجاه إيجابي وأن المبعوثة الأمريكية قام بجهود كبيرة ما يؤشر على قرب التوصل لاتفاق كما أكد الإليزي أن المناقشات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أحرزت تقدما كبيرا داعيا الطرفين لانتهاز الفرصة وإقرار الاتفاق في أقرب وقت ممكن وبرغم المؤشرات الإيجابية على نجاح الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة إلا أن هناك بعض العراقيل التي قد تعيق إقرار الاتفاق منها موعد انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان وكذلك رغبة الجيش الإسرائيلي في الاحتفاظ بحرية الحركة في الجنوب اللبناني في أي وقت لمنع أي تهديد محتمل من حزب الله وبخلاف بنود الاتفاق يبقى هناك تحدي آخر يتمثل في شركاء بن يمين نتنياهو في الاتلاف الحكومي الذين يدفعون باتجاه مواصلة الحرب حيث وصف وزير الأمن القومي إتمار بن كفير التوصل إلى تسوية مع لبنان بالخطأ الكبير مطالبا بعدم وقف الحرب حتى تحقيق كامل أهدافها والقضاء على قدرات حزب الله وبرغم التحديات والعراقيل تبقى الأمال معلقة على نجاح جهود الوساطة للتوصل لوقف إطلاق النار وعودة النازحين ووضع حب للحرب المستعرة التي إن استمرت فلن تقف عند حدود لبنان وإسرائيل كان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بحبيب قد شدد على استعداد بلاده لتنفيذ بنود القرار الدولي ألف سبعمائة وواحد وربط أبو حبيب في كلمة أمام منتدى حوارات روم المتوسطي بين تنفيذ القرار وتعزيز الاستقرار بالمنطقة هناك حاجة إلى تنفيذ كامل لكل القرارات الصادرة من مجلس الأمن للأمم المتحدة ولسيما القرار 17-01 من أجل تعزيز الاستقرار لبنان مستعدة لتنفيذ كل تعاهداتها والتزاماتها المذكورة في القرار المذكور أعلى وهذا يعني حرفيا وأنا أقول وأذكر أنه لن يكون هناك سلام بدون التدخل والشركة المباشرة من جانب الحكومة اللبنانية وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ولاية كنتك الأمريكية الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورستيت أهلا بك دكتور إحسان معنا ويعني على ذكر هذه البنود المتعلقة بالمقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار كان من ضمن البنود الأساسية أن ينسحب حزب الله من الجنوب اللبناني وحتى شمال نهر الليطاني وأن يحل محله كل من قوات يونفيل وكذلك الجيش اللبناني لكن على مدار الأيام الماضية شهدنا استهدافا متكررا لقوات يونفيل شهدنا كذلك استهداف للقواعد العسكرية التابعة للجيش اللبناني وكذلك استشهاد بعض عناصرهم هناك أيضا برأيك وفي ظل هذه الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ماذا لو استهدفت إسرائيل مرة أخرى سواء قوات يونفيل أو حتى الجيش اللبناني بعد تنفيذ هذا المقترح تحية لك أستاذ محمد المشاهدين نعم لست متفاعلة مطلاقا إسرائيل ممكن يتفعل أي شيء لست هناك مصداقية على الجانب الإسرائيلي هم يستهدفوا تصور هذه اليونفيل التي جدد لها مجرس الأمر بالإجماع منذ أشهر بالإجماع جدا لها أكثر من مرة استهدف الإسرائيلي يونفيل يونفيل لجيش اللبناني كما تفضلت ليس هناك ثقة بالإسرائيلي الإسرائيلي يفعل ما يريد أعتقد ليس جاد في هذا الموضوع نتنياهو يعني يريد نظهر أنه يتفاوض ويعمل جهد ولكن المجتمع الإسرائيلي منخصب بالنسبة لحرب لبنان أهل المنطقة الحدودية الذين أبعدوا برساب حرب الحرب يعني بداية الحرب وضرب حزب الله وتشددين جدا في موضوع حزب الله لأنه نتنياهو وعدهم بتدمير حزب الله عمليا لأنه يكون هناك وضع جديد في لبنان يكون هناك نزح سلاح حزب الله وهذا لم يحصل بازال حزب الله يضرب إسرائيل والضرب متبادل بينهم لم يتغير إضافة لذلك يعني عندي ملاحظة شخصية أنا ذهب إلى الجنوب من كم سنة كنت في لبنان وقبت سيارتي في كل الجنوب وصلت إلى الحدود لم أعرف إلا اليونفيل والجيش اللبناني هذا الوضع يعني الوضع حكذا كان 1901 اليونفيل والجيش اللبناني موجودين يعني ماذا تغيرهم هم أرادوا تحقيق أداف سياسية خلق أزمة داخلية لبنانية وخلق ضغط على داخل وأزمة داخلية لبنانية تؤدي إلى نزح أسراح حزب الله وهذا لم ينجح لذلك يعني فشلت إسرائيل في أهدافها المعلنة وغير المعلنة في لبنان نعم لكن يعني هذا المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة قالت أنها سوف تشكل لجنة دولية للإشراف على تنفيذ بنود هذا الاتفاق وكذلك ضمان عدم انتهاكه من أحد الجانبين إن كان حزب الله أو من ناحية الاحتلال وهنا يأتي السؤال الذي يطرح نفسه كثيرا دكتور إحسان ويعني في مواقف متكررة شهدناه كذلك ماذا لو قامت إسرائيل بخرق هذا الاتفاق وماذا لو قام حزب الله بخرق هذا الاتفاق رد الولايات المتحدة كيف سيبدو في كل الموقفين برأيك أكيد المنائمة على استدافع على إسرائيل أكيد متقف في الأجارة الإسرائيل وتتبنى المقفة الإسرائيل للأسف هذه التجارب مع الإدارات الأمريكية دائماً الأجارة الإسرائيل بحاصة هذه الإدارة إدارة بايدن اليوم الله أعتقد أن تريه بحاجة أن يفعل أي شيء في ضمن اليوم نحن في إدارة بايدن بايدن هو رئيس الأمريكي إلى آخر يوم في الإدارة هناك تشاور مع جماعة ترامب ووضعهم في صورة المفاوضات وصورة الوضع في الشرق الأوسط وأزمة أوكرانيا أيضاً ولكن بايدن ما زال هو رئيس البلد ما زال هو قائد والمشكلة الأساسية أن هذا الراجل لا يستقائد هو في قيادة ولكن لا يستقائد يتبنى للرؤية الإسرائيلية ولكنهم يقومون بأمور لذلك الآن أمريكا تحاول وقت ما قدر الحرب كارثة لللبنان لبنان دفع عظمنا كبيراً هناك مأساة إنسانية كبيرة ربع سكة لبنان تقريباً يعني مهجرين في الشوارع في المدارس البرد على البواب وبدون أفق أنا أعتقد المشكلة الأساسية غياب السلام إذا ترامب يريد السلام فعلاً ما هو الحل في غياب السلام مشكلة حزبه اللبنطان الإسرائيل يعرف ذلك الإسرائيل يعرف ذلك ولكن اللبنانيون هم من الجنوب اللبناني يعني ابتعاد عن الحدود كل هذا كلام يعني لا يقدر ولا يؤخر في هذا المطاف الإسرائيلي يماطل أنا لا أتق من حكومة نتنياهو لا يسجاد في وقفة لقنار يعني لا يرى صواب الوقفة لقنار الشعب الإسرائيلي منقصد حول لبنان والمتشددين هم الذين عندهم الحماسة في موضوع لبنان أكثر من الآخرين لذلك يعني لست متفاعلة مطلقا ربما يكون وقفة لقنار مؤقت من الباز وقفة لقنار مؤقت ولكن الأمور ما زالت يعني علامة استفهام حولها ونعتنياهو لم يتبن أي موقف على الموضوع لم يقل أي شيء نعم وربما يعني دكتور إحسان ربما تبعت معنا هذه اللقطات التي عرضها الزملاء منذ قليل والتي كانت تبرز بشكل واضح تصاعد للأدخنة وكذلك دمار لبعض البنايات بشكل علني في الجنوب في الضحية نعم الزملاء الآن يعرضون هذه المشاهد مرة أخرى في الضحية الجنوبية من بيروت برأيك دكتور إحسان هذه المشاهد المؤلمة هل ربما نشهد لها توقفا قريبا هل تثق أنه ربما تنجح هذه الورقة الأمريكية لست متفائلا ولكن ربما ربما ولكن لست متفائلا ليس هناك أي سبب هذه الحكومة اليمينية المتبارفة مدفوعة بعقيدة دينية عندها نجاهية يعني لما هؤلاء الناس يدمر القرى يدمر بوت الناس ويزرع العالم الإسلامي هل تريد حضرتك أن تقول أن استهداف هل تريد حضرتك أن تقول أن استهداف مدينة صور لها وأسباب دينية عدد أشبار هناك حكومة مدفوعة بعقيدة دينية عزيزي هم يقولون أنه عندهم أسباب دينية صيونية في هذه الحرب حتى أنه عندهم أطماع على أساس أنه هذا هو جزء من الأرض الذي أعطاه الله الله لها فعندها مشكلة كبيرة وهو غياب القيادة يعود مثلا إلى حرب 2006 كان هناك موقف حازم من جورج بوش الأبن أوقف الحرب قالت له قناعته كوندوليز كل هذا الدار لن يغير في العالم الضغط لذلك كان وقفت لك النار من الأمريكي الأمريكي هو وقفت لك النار في 2006 وليس الإسرائيلي الأمريكي هو وقفت لك العرب واليوم الحارة تستمر إصلاف وحيط وأن الأمريكي لا يضغط على الإسرائيلي إطلاقا نعم دكتور إحسان أشكرك جزيلا شكري كنت معنا من ولايتك أنتك الأمريكية دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورستيت شكرا جزيلا لك أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة ثلاث أشخاص جراء سقوط صاروخ في نهاريا بشمال إسرائيل وأفدت مراسلتنا بسماء صفارات الإنذار تدوي في عشرات المواقع في الجليل الأعلى تزامنا مع دوي انفجارات في منطقة نهاريا وقال جيش الاحتلال إنه رصد عشر صواريخ أطلقت من لبنان صوب نهاريا وتم اعتراض بعضها أعلن حزب الله أنه استهدف موقعا لجنود الاحتلال بمسيارة الانقضاضية في مستوطنة كابري شرقي نهاريا شمال إسرائيل كما أشار الحزب إلى أن عناصره استهدفت أيضا تجمعا للقوات الإسرائيلية في موقع هضبة العجل الشمالي مستوطنة كفاريوفال بمسيارة الانقضاضية كان حزب الله قد أطلق ثلاثمائة وخمسين صاروخا في يوم واحد تجاه إسرائيل بينها سبعة عشر على نحو تل أبيب بما دفع نحو أربعة ملايين مستوطن للدخول إلى الملاجئ وأكد حزب الله قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية بالمقر الإداري لقيادة لواء جولاني شمالي مدينة عكا المحتلة برشقات صاروخية كما أشار حزب الله لاستهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة ميرون بالجليل الأعلى برشقة صاروخية أعلنت الصحة اللبنانية ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة على عدد من المدن والبلدات إلى واحد وثلاثين شهيدا واثنين وستين مصابا وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن غالبية الغارات تركزت على محافظة الصور وبلاتها حيث سقط فيها نحو اثنين وعشرين شهيدا على خط المواجهة الأول وفي الجنوب تقف بلدة الخيام اللبنانية صامضة في وجه الاحتلال بآلياته المدرعة وحشود جنوده تصد هجماته العنيفة المتكررة مفشلة خططه للتقدم شمالا نحو العمق اللبناني وفقا لوسائل الإعلام اللبنانية فإن الاشتباكات على أطراف بلدة الخيام لم تتوقف منذ بدء العملية البرية لقوات الاحتلال على لبنان ورغم هجرة أغلب سكان القرى المجاورة للخيام من شدة القصف الإسرائيلي تتصدى البلدة الصامضة لكل محاولات الدفع بها نحو الاستسلام والتي شاملت قطع خطوط الإمداد وتطويقها بأحزمة نارية بل والضرب بالقنابل الفسفورية وكالة الأنباء اللبنانية أكدت أن جيش الاحتلال يستعمل شتى أنواع الأسلحة في عملية توغله ومحاولة سيطرته على البلدة لافتة إلى أن هذه المحاولات تترافق مع تصعيد واضح في القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي في الأيام الماضية تقع بلدة الخيام أقسى الجنوب الشرقي من الأراضي اللبنانية يفصلها عن جبل الشيخ من الجهة الشرقية وادي نهر الحصباني ويحدها من الجنوب سهل الحولة الذي يضم بعض المستوطنات الإسرائيلية وتاريخياً هي أولى البلدات التي حررها أهالي الجنوب اللبناني بعد تطبيق إسرائيل للقرار الدولي 425 في الخامس والعشرين من مايو من عام 2000 في تاريخ الأمس كما في المستقبل تشكل الخيام محوراً مهماً في معادلة الحرب بين إسرائيل ولبنان خاصة مع تلك الأنباء التي تشير لمحاولات التوصل لوقف إطلاق النار أفاتت وسائل الإعلام اللبنانية بمواصلة جيش الاحتلال تنفيذ عملية تفجير واسعة في وسط بلدة الخيام جنوبي البلاد وفي وقت سابق استهدف جيش الاحتلال وسط بلدة الخيام جنوبي البلاد كما شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية على مدينة بنت جبيل وبلدات بالنباطية جنوبي لبنان والآن مع تطورات العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة قطاع غزة في حالة السرية اشتركوا في القناة استشهد أحد عشر فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون في قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة وأوضحت مصادر محلية باستشهاد ستة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا بمنطقة الزرقى في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة وأضافت أن خمسة فلسطينيين آخرين استشهدوا في قصف لقوات الاحتلال على حي الزيتون شمالي القطاع أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال يقوم بنسف منازل سكنية في مخيم جباليا شمال غزة كما استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي المتواصل منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة وعلى مناطق شمال المخيم النصيرات والبريج ووسط القطاع وفي حي الجنينة شرق رفح الفلسطينية جنوبي القطاع أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب قوات الاحتلال مجزرتين بمناطق متفرقة بقطاع غزة راح ضحيتها أربعة وعشرون شهيدا وواحدا وسبعين مصابا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية وفي بيان لها أكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى أربعة وأربعين ألفا ومائتين وخمسة وثلاثين شهيدا ومائة وأربعة آلاف وستمائة وثمان وثلاثين مصابا منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم نقلت صحيفة فينانشل تايمز عن مسؤولي مساعدات قولهم أن أمطار الشتاء تهدد بطوفان من مياه الصرف الصحي يكتاح خيام مئات آلاف النازحين في قطاع غزة ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وكالة أونروا قولها أن نصف مليون شخص بغزة معرضون لخطر الفيضانات بمجرد هطول المطر في خيام مهترئة عانى أهالي غزة وجلهم نازحون من صيف حارق وأشعة شمس لم تستطع قطع القماش البالية أن تحجبها وفي الخيام نفسها والتي ربما صارت أقل نفعا بدأ الغزيون يكابدون المعاناة بشكل عكسي برد قارس ومطر غزير وفيضانات محتملة حل الشتاء وأكثر أهالي القطاع في العراء وفي خيام غير آدمية تكشف أكثر مما تستر حيث تم تدمير نحو ثمانين بالماء من البنية التحتية أو تضررها بشدة الوضع الراهن يجعل الجميع خاصة الأطفال وكبار السن عرضة لأمراض الجهاز التنفسي وغيرها مما يتطلب مزيدا من الاحتياجات الطبية للأشخاص الذين يعيشون في هذه الظروف اللا إنسانية والجميع يعلم عجز القطاع الطبي والمنظومة الصحية في القطاع بالتوازي مع ذلك يعرقل الحصار المستمر الذي ينفزه الاحتلال وإغلاقه المعابر الاستجابة الإنسانية بما يحد من دخول الموارد الأساسية بما في ذلك مواد الشتاء والوقود وغيرها مسؤولون فلسطينيون في الدفاع المدني والصحة حذروا من أن يؤد الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم عدام الأمن الغزائي وسوء التغذية خاصة في المناطق المقتضة بالسكان وقرب سواحل القطاع وهكذا بكثير من الخوف واليأس وقليل من الرجاء يواجه سكان غزة الجريحة شتاء جديد متسائلين عما إذا كان هذا الفصل يحمل مزيدا من الألم أم أن في الأفق بصيصا من الأمل قد يخفف عنهم وطأة البردي والجوع حذرت وكالة أونروا من أن أكثر من مليوني نازح في قطاع غزة يحاصرهم الجوع والعطش والمرض بسبب تعنت الاحتلال في إدخال المساعدات إلى القطاع وأشارت الوكالة الأممية إلى أن ما يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله عبر المعابر لا يلبي ستة بالمئة من احتياجات السكان في القطاع عام ويزيد من العدوان على قطاع غزة باتت معه الحياة في القطاع شبه مستحيلة فالقصف والدمار والبوع والحصار هي أبرز ملامح حرب الإبادة الإسرائيلية على سكان غزة ومع تواصل الحصار المفروض على القطاع توالت التحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية بينما تواصل معها تجه الاحتلال للمناشادات الدولية المتكررة بالسماح بإدخال المساعدات وإغاثة السكان وبالحديث عن الإغاثة فقد أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أدروى أن ما يسمح الاحتلال بإدخاله عبر المعابر من الدقيق والمواد الغذائية لا يلبي ستة بالمئة من حاجة السكان إذن وباعتراف الأونروا فإن أقل من عشر ما يحتاجه السكان هو ما يتم إدخاله فقط الأمر الذي تسبب بأزمة حادة في الحصول على الخبز حيث تم إغلاق معظم المخابز جنوبي القطاع بسبب عدم وجود الدقيق الوكالة الأممية حذرت أيضا من أن أكثر من مليوني نازح في قطاع غزة يحاصرهم الجوع والعطش والمرض مشيرة إلى أن الحصول على وجبة طعام أصبح مهمة مستحيلة بالنسبة للعائلات في القطاع المآسي التي يعانيها سكان غزة لم تقف عند هذا الحد بحسب الأونروا التي أشرت أيضا إلى أن الأوضاع في خيام النزوح وملاكز الإواء مأساوية في ظل الجوع والبرد وعدم قدرة المنظمات الدولية على تلبيت حاجات أولئك النازحين تحذيرات الأونروا جاءت كعادتها مصحوبة بمناشدات ومطالبات للسماح بفتح كامل للمعابر وإدخال ما يحتاجه السكان للحد من المجاعة التي خيم شبحها على بعض المناطق خاصة في الشمال ومع استمرار الأزمة يتساءل سكان غزة عن مدى استجابة الاحتلال الإسرائيلي لهذه المناشدات واهتمامه بتلك التحذيرات بينما يبحثون عن موقف دولي يغيثهم من بطش الاحتلال وحصاره أفادت وسائل وعلام إسرائيلية نقلا عن عائلات الجنود أنهم فقدوا الثقة في حكومة رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو واتهمت عائلات الجنود الإسرائيليين نتنياهو بإرسال أبنائهم إلى الحرب من أجل تحقيق مصالحه السياسية مطالبين بضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة تبادل يأتي ذلك فيما أفدت مراسلتنا بأن أهالي المحتجزين الإسرائيليين خرجوا للتظاهر في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق صراح ذوهم عقد مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين جلسته الشهرية حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وحذر نائب منصق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي من أنه إذا نجحت القوى التي تسعى إلى تقويض حل الدولتين فإن انهيار المبادئ والهياكل المؤسسية ذات الصلة سيكون له تأثير مضاعف ويمكن أن ينتشر إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط ودع هادي المجتمع الدولي إلى إيجاد مساحة لحل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مشددا على أنه يجب التعامل مع غزة والضفة الغربية بشكل موحد كأساس لدولة فلسطينية مستقلة في تقرير صدر عن المؤتمر الوطني الشعبي للقدس أجمع خبراء ومسؤولون أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من مخططات ضم الضفة الغربية هو قتل أي أفق للسلام ومنع إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأشاروا إلى أن الاحتلال يهدف لفرض سيطرته على نحو 60% من أراضي الضفة وتحديدا المنطقة المسمى جيم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى قال مبعوث الصين الخاص للشرق الاوسط شايجون بان الوسائل العسكرية لا يمكنها حل الصراعات والخلافات بين دول المنطقة واشار الى ان الصين تشعر بقلق كبير ازاء التصعيد المستمر للوضع في الشرق الاوسط موسيقى اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد والان مع تطورات الاوضاع في اوكرانيا اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 افاد مراسولنا بسماع دوي انفجارات في العاصمة الاوكرانية كييف واشار ايضا بسماع دوي انفجار في مدينة تيرنوبل غربي الاراضي الاوكرانية فيما اعرنا عمدة كييف بيتالي كوليتشكو بوقوع هجوم بالمسيرات على كييف من جميع الاتجاهات فيما تصدت قوات الدفاع الجوي الاوكراني لقدوم المسيرات في مناطق مختلفة من المدينة موسيقى اسقطت القوات الروسية ثمانية صواريخ باليستية اطلقتها اوكرانيا خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية واضافت وزارة الدفاع الروسية ان قوات الدفاع الجوي اسقطت ايضا ستة قنابل جوية موجهة من طراز جي دي اي ام امريكية الصنع بالاضافة الى اربعة وثمانين طائرة مسيرة خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية قال الرئيس الاوكراني فلودمير زيلنسكي ان حلفاء اوكرانيا الغربيين سيواصلون توجيه الضربات لروسيا ووصف زيلنسكي العقوبات التي فرضتها بريطانيا على اسطول الظل الروسي بالخطوة المهمة سنرد بالتأكيد على روسيا ومن المهم ان لا تظل مثل هذه الضربات دون رد مناسب واليوم هناك قرار جديد من جانب بريطانيا بشأن فرض عقوبات على اسطول الظل الروسي وهذه خطوة مهمة وسيكون من الصواب ان يدعمها الشركاء الاوروبيون فكلما قلت ارباح روسيا الهائلة من النفط تقلصت فرصها في شن الحرب كشف نائب وزير الخارجية الروسي عن ان موسكو تدرس نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في اسيا حال نشر صواريخ امريكية هناك واضاف نائب وزير الخارجية الروسي ان مذكرة التفاهم الروسية الامريكية بشأن الاختار باطلاق الصواريخ لا تزال سارية غير انه قال في الوقت نفسه انه لا قيود على نشر انظمة اوريشنيك الروسية الجديدة متوسطة المدى وفقا للالتزامات الدولية القائمة الازمة الاوكرانية تتسع على وقع الجدل حول استخدام صواريخ باليستية بين الجانبين الروسي والاوكراني بدأت بتصريحات واشنطن لاعطاء الضوء الاخضر لكييف باستخدام صواريخ طويلة المدى تصل للعمق الروسي وهو الامر الذي حدى بالجانب الروسي للاعلان عن الصاروخ الباليستي اوريشنيك رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري متفيدف قال ان الصاروخ الباليستي اوريشنيك يمكنه الحاق اضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائق محذرا من عدم القدرة على اسقاطه بالوسائل الحديثة لكن على الجانب الاخر كشفت الاستخبارات الاوكرانية عن حطام قالت انه يعود الى صاروخ روسيا الباليستي اوريشنيك وكانت موسكو قد استخدمت هذا الصاروخ لاول مرة منذ بدء الحرب لقصف موقع عسكري في وسط اوكرانيا قبل ايام في السياق ذاته دع الرئيس الاوكراني فلودمير زيلينسكي الى تعزيز دفاعات بلاده الجوية مؤكدا ان بلاده ليست ارضا لتجربة الاسلحة وربما يحمل ذلك انعكاسا على الوضع الميداني الذي اقر فيه زيلينسكي بالتكبد اوكرانيا خسائر فادحة جراء الهجمات الروسية خلال الفترة الاخيرة حيث رسدت القوات الاوكرانية عشر مسيرات روسية متجهة نحو العاصمة كييف وذلك عقب الاعلان عن اصابة مبنى مكون من تسع طوابق بقذيفة روسية ما ادى الى اندلاع حريق في احدى شرفاته كما افادت وسائل اعلام اوكرانية بوقوع انفجارات في مقاطعة ميكولايف جنوبية البلاد وص اعلان حالة التأهب الجوي على الجانب الروسي اعلنت وسائل اعلام روسية اسقاط السبع مسيرات اوكرانية في مقاطعة بريانسك دون وقوع اصابات يأتي هذا بينما اعلن حكم مقاطعة كالوجا الروسية تدمير ثلاث طائرات مسيرة اوكرانية بضواحي المقاطعة غرب العاصمة موسكو دون وقوع اصابات واضاف ان حطام الطائرات الثلاثة اصفر عن اندلاع حريق في اراضي مؤسسة صناعية وبين المستوى السياسي والمستوى الميداني تبقى جبهات القتال بين روسيا واوكرانيا مفتوحة لاستقبال مزيد من التصعيد على خط التصريحات بين الجانبين ومد وجزر على خطوط القتال تنتظر صافرة النهاية اعلن المتحدث باسم البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن والسيدة الاولى جيل بايدن سيحضران حفلة تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير القادم وقال نائب المتحدث باسم البيت الابيض اندرو بيتس بان الرئيس وعد بحضور تنصيب من سيفوز بالانتخابات وسيفي هو والسيدة الاولى بهذا الوعد وسيحضران التنصيب أطلق المستشار الألماني ولاف شولتز حملة انتخابية بعدما اختاره الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا رسميا مرشحا له للانتخابات المبكرة المقررة في فبراير عام 2025 وتبدو المهمة صعبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي إذ أظهرت استطلاعات الرأي حصوله على حوالي 14% فقط من نوايا التصويت في وقت عصيب تتأرجح فيه السياسة الألمانية بين التحديات الداخلية والانقسامات الحزبية يبرز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي كطرف أساسي في معركة البقاء على الساحة السياسية الحزب أعلن رسميا عن ترشيح المستشار أولف شولتز لخوض الانتخابات القادمة في فبراير 2024 هذه الخطوة تأتي بعد العديد من الضبابية الحزبية حيث أغلقت التكاهنات حول قيادة الحزب بعد إعلان وزير الدفاع بوريس بستوريوس أنه لن يترشح لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي مما سمح لشولتز بالحصول على الضوء الأخضر من اللجنة التنفيذية للحزب التي صوتت بالإجماع لصالح ترشيحه الأزمة السياسية التي يمر بها الحزب الديمقراطي الاجتماعي تتجسد في النيار لإتلاف الحكومي بعد إقالة وزير المالية كريستيان ليندر لقد أصبح اتخاذ القرارات في الأوقات العصيبة التي نمر بها أكثر صعوبة لهذا السبب كان من الصواب حل هذه الحكومة بإقالة وزير المالية كريستيان ليندر كما كان من الصواب التصويت على منح الثقة في ديسمبر المقبل وإجراء انتخابات مبكرة في فبراير من العام المقبل والآن أصبح للشعب كلمته ونحن نخوض حملة للحصول على أصواته رغم هذا التفويد لا تبدو الأمور مضمونة بالنسبة له خاصة في ظل الصعوبات السياسية التي يواجهها فمنذ توليه منصب المستشار يواجه شولتس تحديات غير مسبوقة حيث يعد الأقل شعبية في ألمانيا منذ إعادة توحيد البلاد في 1990 وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعاً حاداً في شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تراجع إلى المركز الثالث بنسبة 14% من الأصوات في حين تصدر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض الاستطلاعات بنسبة 32% يليه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بنسبة 19% ومع هذه الأرقام يبدو أن شولتس سيخود معركة شاقة للبقاء في منصبه وبينما تكثف المعارضة محاولاتها للضغط على الحكومة يظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في دائرة القلق حول القدرة على استعادة الثقة الشعبية وفي أخبارنا الاقتصادية نتابع رئيس البنك المركزي الألماني يرجح دخول اقتصاد بلاده في ركود بالربع الأخير من العام الجاري ترجمة نانسي قنقر كشف موقع أموال الغد المصري أنه تم تغطية الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد بنحو ست مرات بحجم طلبات بلغ نحو مليار وثمانمائة وثمانية وسبعين مليون سهم عبر سوق الصفقات الخاصة كان المصرف المتحد قد أعلن فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر البيع والشراء من خلال الطرح الخاص اعتبارا من الاربعاء العشرين نوفمبر وحتى يوم الخامس والعشرين من نوفمبر للشهر الجاري ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية لعدد ثلاثمائة وثلاثين مليون سهم بنسبة ثلاثين بالمئة من أسهم رأس الشركة المصدرة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نقلت وكالة بلومبرج عن خبراء الاقتصاد توقعاتهم بأن تصر صادرات الصين إلى مستوى تاريخي مرتفع هذا العام وأرجع الخبراء ذلك إلى اندفاع العملاء إلى ما وضع طلباتهم مقدما خوفا من تهديد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمهر مكوية أعلى عندما يتولى منصبه في يناير موسيقى قال رئيس البنك المركزي الألماني يوكيم ناجل أن بلاده تمر بفترة من الضعف الاقتصادي مرجحا انزلاق ألمانيا في ركود بالربع الأخير من العام الجاري وأضاف ناجل أن ألمانيا ستتخلف عن بقية دول الاتحاد الأوروبي مؤكدا ضرورة خفض أسعار الفائدة تدريجيا لضمان السيطرة على الضغوط التضخمية بشكل كامل موسيقى وفي أخبارنا الرياضية نتابع الأهل السعودي يهزم العين الإماراتي في عقر داره ويقفز للصدارة في دور أبطال آسيا للنخبة موسيقى 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 اقتنص الأهل السعودي فوزا ثمينا على مضيفه عين الإماراتي بهدفين مقابل هدف على ملعب هزا بن زايد في دول أبطال آسيا للنخبة وتكفل البديل الإنجليزي إيفانتوني بتسجيل هدفي الأهلي في غضون أربع دقائق عند دقيقتين سبعين وأربع وسبعين وقلص البديل الآخر ككاو النتيجة بهدف معنوي لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني الفوز والخامس على التواري للأهلي محققا العلامة الكاملة ليعتلي قمة ترتيب فرق الغرب مؤقتا برصيد خمسة عشر نقطة تعود منافسة دور أبطال أوروبا للواجهة من جديد بعد فترة توقف الدولي للمنتخبات حيث تنطلق الجولة الخامسة من المسابقة الأكبر أوروبيا للأندية وتشهد الجولة عدة مواجهات مثيرة في يومها الأول أبرزها بارميونيك ضد باريس سان جرمان وبرشيورا أمام بريسد إلى هنا تنتهي نشرتنا مشاهدين وهذه تذكرة بالعنوين جهود اللحظات الأخيرة تستمر للتوصل لاتفاق يمهد لوقف الحرب على لبنان صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل تزامنا مع دوي انفجارات في نهاريا استشهاد أحد عشر فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين في قصف لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة شمالية قطاع غزة مشاهدين نهاية نشرتنا نشكركم على طيب المتابعة كان معكم محمد رضا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر